ماتش الأهلي وفيتشار كان فيه تفاصيل كتير والوقت داية مفيش راحة لغاية نهاية سبعة كل تلات يام مباراة النهاردة الفريق بيستاني في تدريباته دون راحة جاهز الفن النهاردة محدد معجل التمرين لكن المعادد اخر شوية نتيجة طبع الأجواء ودرجة الحرارة عالية جدا عشان كده نروح بسرعة إلى مقر النادي الأهلي في الجزيرة مع زمنا محمد توفيق موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في المقر الرئيس عشان نعرف منه آخر الأخبار والأجواء ودرجة الحرارة العالية يمكن نهاردة درجة الحرارة حاليا 38 درجة مقاوية فعن أطمئن منه على كل الأخبار مساء الفن يا محمد مساء الخير زميل عزيز محمد سعيد يعني تحياتي ديك ولكل مشاهدة قناة النهارة في كل مكان آخر الأخبار عندك وأكيد التدريب بايتأخر معاده شوية بسبب درجة الحرارة العالية لكن ما فيش وقت للراحة اللي استينافل التدريبات يعني بالنسبة لكلر على طول عشان الاستعداد لرحلة الصفر الأسكندرية عندنا مباراتين هناك مطش الإسماعيلي سومة للتحاد السكندري بالفعل يا محمد زي ما ذكرت ممكن الفريق أكيد مجهد بشكل كبير جدا من المبارات اللي فاتت ودي مش حجة ولا حاجة أنت متصدر البطولة مش محتاج تعمل حجج ولكن طبعا أي حد هيبص الجدوة المسابقة هشوف مدى الضغط اللي بتعرض له النادي الأهلي في المبارات خاصة بعد موسم شاق جدا والنادي الأهلي هو أكثر الأندال إفراقية لعبة لمباراتة هذا الموسم مش بس داخل مصر يا محمد طبعا الجهاز الفني كان مضطر على طول أنه يعمل تدريب النهاردة كالتدريب إن شاء الله منتظر أنه يبتدي فيه تمام السادسة مساءً هيكون فيه محاضرة في الأول بعد كاللعبين بإذن الله هينزلوا لملعب مختار التيتش عشان يخدوا ينزيل مرقود ده التدريب الرئيسي وكمان التدريب الاستشفائي بعد ماتش فيوتشر فأعتقد ضغط كبير جدا برج العرب يمكن الفريق زي ما أنت قلت هيكون عنده مبارات الإسماعيلي إن شاء الله 8.5 مساء الأربعاء وكمان عنده مبارات الاتحاد ساعة 7 مساء السبت المقبل بإذن الله يمكن لسه الجهاز الفني ما أعلنش بشكل رسمي ولكن للأقرأ طبعا زي ما تعودنا أن الفريق هيسافر على طول من بكرة محمد وهيكون موجود كمان المعسكر الممتد لما بعد مبارات الإسماعيلي وحتى مبارات الاتحاد والعودة هتبقى للقاهرة بإذن الله في ساعة متأخرة من مساء السبت المقبل بعد أداء المباراتين وبإذن الله الفريق يكون راجع معه 6 نقاط يكون فاكيد ضلوا بإذن الله نقطة وحيدة بس على لقب الدور العام وليه لا يمكن برامة زي فاجانة محمد ويحسم الدور يعني للنادي الأهلي رسميا يوم الاتنين ويتعصر أمام سراميك كله بطرة أعتقد نادي الأهلي كمان ممكن يوم عشرة سبعة يكون متوق بإذن الله ببطولة الدوري ما ينتظرش كمان لمبارات الزمالك يمكن طبعا المحاضرة الفنية النهاردة هتكون على طول في بداية المران زي ما قلتلك الجهاز الفني خلاص أفل مبارات في يوتشر ما فيش وقت للتفكير فيها هيكون على طول دراسة المنافس القادم وهو النادي الإسماعيلي طبعا بيبقى على طول في محاضرات فيديو وتقطيع لأداء اللعبين في آخر المباريات كمان تقطيع فيديوهات للفريق المنافس النادي الأهلي عشان دراسه بشكل كبير من بعدها إن شاء الله هيكون التدريب بإذن الله محمد طبعا هيكون فيه تدريب استشفائي للمجموعة اللي شاركت في المباراة بشكل أساسي أمس وبقية المجموعة هتخد تدريب قوي جدا وإن شاء الله من بعد المران هيكون فيه مران زي ما قلتلك بكرة هيبقى في ساعة مبكرة طبعا أكيد في الغالب هيكون ظهرا وبعدها إن شاء الله الفريق السافر لمحاضرة الأسكندرية زي ما قلنا الأقرب بإذن الله أنه يقعد في برج العرب لما بعد مباراة الاتحاد إن شاء الله وهيقود بعدها للقهرة طبعا هيبقى يوم السابتة عندك بقى يعني إعداد ويمكن يكون عند الفريق فرصة إنه رايح يوم أو حاجة قبل مباراة الزمالك بإذن الله اللي إن شاء الله نكون زي ما أنت قلت محمد متوج بلقب الدورة 43 ويبقى أنت كده تقريبا بتتكلم في أربع مواد زي ما أنت كنت بتتكلم في البداية أربع مواد من المواد اللي عندك لسه عندك كمان مادتين كمان بإذن الله يبقى موسم من إن شاء الله استثنائي كعادة النادي الأهلي ويحصد العلامة الكاملة ويبقى دائما فوق عرش القرى الأفريقية والمصرية كمان محمد بإذن الله طيب طيب فيه برضا أسألك على اللعيبة بعد مباراة مباراة يعني شايف ردود الأفعال شايف ردود أفعال الجهاز الفني بعد التعادل مع فيتشر كانوا قرابين جدا للمكسب والفوز ولكن طبعا يعني الطريقة الدفاعية اللي لعب بها فيتشر تضييع الوقت عدم اهتمام الحكم بمسألة حسم الوقت بدل الضايع بشكل مناسب كل ده أكيد يمكن ساهم في خروج المباراة بالتعادل ولكن من خلال قربك أنت بقى يعني متواجد مع اللعيبة ومع الجهاز شايف ردود أفعالكم بعد اللقاء الأمس وشايفين مطشل إسماعيل إزاي بالطبع محمد في البداية كان فيه حزن طبعا شديد جدا مع إنك متعادل يعني النادي الأهلي زيما أنت كنت بتتكلم في البداية طبعا متعود على حاجة واحدة بس وهي الفوز مع إنك كنت بتتكلم محمد آخر مباراة تعادلها النادي الأهلي كانت من ست شهور كاملين في نهاية فبراير المواضي بعد ست شهور بتتعادل في نفس البطولة الأول مرة وحالة حزن جديدة جدا أعتقد الحالة دي مش هتشوفها غير داخل جدران النادي الأهلي طبعا كان فيه غياب للتوفيق يعني جانب كل الحاجات اللي كلمنا فيها سواء طديق الوقت الأسلوب اللي طبعا يعني لقى بالمنافس ولكن قبل ده كلها محمد يمكن كان فيه غياب توفيق كامل جدا على الفريق مبارح ممكن لو فيه توفيق كان فيه أكثر من فرصة مبارح أو على الأقل الحكم كان يبقى موفق في الكرة لتحسبت أفساد وتحسب هدف فأعتقد غياب التوفيق طبعا كان السبب الأول من بعدها طبعا كانت تلحم المباريات الشكل اللي لقى بالمنافس دي كلها عوامل يعني ساعدت في خروج المباراة بهذه النتيجة ولكن حالة حزن تام جدا هنا داخل الفريق كان الفريق طبعا يتمنى أن يوصل سلسلة انتصالات وتوصل لمباراة العشرة ومن بعدها كمال الحداشر والاثناشر وتواصل سلسلة انتصالاتك للنهاية الموسم يمكن طبعا زي ما اتكلمت أن بعد المباراة مباشرة تم إغلاق هذه الصفحة تفكير فقط الآن في مباراة الإسماعيلي وحظ النقاط ومن بعدها ما هو متبكة من برات النساء الله تعرف النادي الأهل عطول حتى لو أخذ بطولة محمد مش فكرة متعادل في مباراة بتقفل الباب في نفس اليوم تاني يوم ببقى عندك طموح جديد هدف جديد وهو هدف واحد وأوحد وهو إسعاد جمالي النادي الأهل في كل مكان والفص بأي بطولة اي ان كانت هي اي او اي كان اسمها محمد انت هدفك زي ما احنا تكلمنا الدرجة النهائية ما بتلعبش دايما على درجات النجاح او انك تبقى موسط المستوى لا انت بتبعب دايما ده قدر النادي الأهلي وان شاء الله دايما يفضل عنده حص ظن كل جماهير ويفضل دايما هدفه هو الدرجة النهائية وحظ أي بطولة او اي مباراة يخش فيها مباراة الإسماعيل طبعا برغم الفارق الكبير جدا في المستوى وموقف النادي الإسماعيل ولكن اعتقد الجهاز الفني منح هذا الشأن جانبا والتركيز فقط على اللعب بسلوبك بطريقتك الهدف هو تحقيق صلاة نقاط وتحقيق الفوز وزي ما قلنا انت بفصلك سبع نقاط على الدور العام اكيد بعد مباراة الإسماعيل هتبقى ناقص لك اربع نقاط ده الهدف اللي يلعب عليك جهاز الفني واللعبين واعتقد ده اللي هيقوله كمان مستر مارس الكونر في المحاضرة النهار ده اللعبين زاميلي العزيز محمد توفي موفد قناة الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من مقر النادي الاهلي بالجزيرة وقبل دقايق او اقل من ساعة واستئناف الفريق لتدريباته استعلادة لمواجهة الإسماعيلي يوم اللاربع المقبل طب عايزة اتكلم على مباراة فيوتشر والاهلي على فكرة جماعة يمكن فيوتشر السنة دي من الفرق الاقل خسارة زيها زي بيرامدز يعني لو تبص على ترتيج جدول الدوري